السلام عليكم نشرح في هذا الدرس عن operator overloading في البداية لو كان عندي متغيرات وأريد أن أجمعهم فالموضوع بسيط يعني على سيء مثال integer x يساوي 2.y يساوي 3.z فارزة منقوطة ومن ثم ممكن أن أكتب z يساوي x زائد y فارزة منقوطة هذا الكلام أكيد مقبول مني يعني لو أكتب print ومن ثم للz فارزة منقوطة وأضغط على البرنامج أوكي إذن x زائد y 2 زائد 3 الناتج هو 5 فإذا كانت الألواء متجانسة على سيء مثال أنه يجمع رقم مع رقم أو يجمع string مع string فهذا الشيء يتقبل مني لكن ماذا إذا كان الجمع ما بين الـ objects هل هذا الشيء ممكن أوكي إذن في البداية ولننشئ class هذا الـ class وليكن اسمه مثلا ونفتح أقواس بهذه الصورة أوكي هذا الـ my class يحتوي على رقم واحد فقط وليكن اسمه نام اختصار للنمبر يعني بهذه الصورة هذا الـ class ممكن أن ننشئ لـ constructor my class ونفتح أقواس بهذه الصورة constructor ممكن أن نجعله يسند قيمة لـ my class فبالتالي مجرد أنه يستقبل this.num على سيء مثال مبدئيا يعطي قيمة صفر يعني لو ما أستندت قيمة فتكون القيمة عبارة عن صفر طبعا ممكن أنه نضع optional parameter يعني أنت ممكن تعطي قيمة وممكن ما تعطي قيمة فبالتالي ممكن أن نستخدم هذا الشيء والـ optional parameter بهذه الصورة أوكي ومن ثم هناك function اسمها get هذه function فقط أنه تطبع هذا العنصر فبالتالي print على سيء مثال number يساوي ومن ثم قيمة this.number this.num فارزة منقوضة الآن أوكي أصبح لـ class عندي جاهز ممكن حاليا أنشئ object من class فعلى سيء مثال var وليكن مثلا c1 هذا var c1 يساوي ومن ثم أكتب my class ويفتح قواس فارزة منقوضة بهذه الصورة الآن عندي احتماليا الاحتمال الأول أنه أجعل لقواس فارغة بينما الاحتمال الثاني أنه أمرر عدد للنم فعلى سيء مثال 20 وبكل الاحتماليين ممكن أستدعي الـ delegate حتى تطبع لي العدد الموجود أوكي فإذا c1.get و c2.get بهذه الصورة وأضغط run نشوف بأنه في الحالة الأولى number يساوي 0 و number يساوي 20 إذا في الحالة الأولى أنشأنا c1 هو object من class اللي اسمه my class هذا my class يحتوي على constructor نعم ولكن هالكونستركتر مجرد أنه يسند قيمة للـ this.name يعني مجرد أنه تمرر له قيمة على سيء مثال 20 هذه 20 يضح مكان الـ this.name طبعا لو ما وضعت قيمة للـ this.name على اعتبار أنه هذا optional parameter فبالتالي هو تلقائيا سيعطي للـ this.name قيمة 0 فبالتالي نشوف بالحالة الأولى أعطى قيمة للـ this.name ساوي 0 أما في الحالة الثانية this.name أصبحت عبارة عن 20 وفي كل الأحوال استقعت الـ delegate اللي يتبع لي number يساوي قيمة this.name إذا number يساوي 0 و number يساوي 20 الآن في البداية ممكن نستخدم cascade notation بمعنى أنه بهذا السطر بدلا ما يكون سطره ممكن يكون سطر واحد بهذه الصورة كذلك بالنسبة لهذه أجعلها في سطر واحد هذا هو الكاسكايد أوكي الآن أنا عندي c1 و c2 هذي two object هل ممكن أن أجمع ما بين هذي two object يعني على سيء مثال var c3 يساوي my class ممكن أفتح أقواس فارغة مبدئيا بهذه الصورة ومن ثم لو أكتب c3 يساوي c1 زائد c2 فارزة منقوضة الآن مباشرة يعطيني إرار سبب هذا بأنه هو يعرف مثلا أنه يجمع ما بين two integer أو two double أو two string يعني هو يعرف يجمع ما بين الأنواع الموجودة في اللغة الأنواع المبنية في اللغة أما أنه أنت أنشأت class اسمه my class أو أي اسم آخر فأنت كأنما أنشأت نوع جديد غير موجود في اللغة عاليا ما كان عندي سابقا أنه نوع اسمه my class فهذا c1 والc2 والc3 كلهم نوعهم my class فإذا بما أنه أنا أنشأت نوع جديد موجود في اللغة فهو ما يستطيع أنه يجمع ويطرح ما بين الأوبجيكت إذا كيف نحل هذه مشكلة ممكن بيستخدام operator overloading أوكي إذا في البداية ممكن نفكر بي الفكرة الأولى الفكرة الأولى ممكن ننشئ دالة اسمها add هي تقوم بالمجموع ما بين two object فأوكي دالة اسمها add نفتح أقواس وأقواس بهذا الشكل هذه الدالة اللي اسمها add مجرد أنه تستقبل two object حتى تجمعهم أكيد two object نوعهم my class طبعا ممكن أحدد نوع البراميتر وممكن ما أحدده فممكن على سيء مثال أحدده إذا my class على سيء مثال c1 فارزه my class c2 إذا هذه الدالة add يجب أن تستقبل two parameter نوع home object من الكلاس اللي اسمه my class ومن ثم تجمع النم الخاص بكل واحد يعني هذا c1 هو object من class my class فبالتالي فقط لو تكتب dot بإمكانك الوصول إلى النم أوكي إذا c1.num بمعنى قيمة النم الموجود في الأوبجكت c1 تجمعه مع c2.num فارزه منقوطه وهذا الناتج ممكن نخزنه في نم بهذه الصورة أوكي إذا الآن ممكن نستدعي الدالة الـ add فعلى سيء مثال c3 تساوي استدعي الدالة اللي اسمها add هذه الدالة تستقبل two parameter يجب أن يكون نوعهم my class فأوكي parameter الأول هو c1 طبعا بالصدفة أو أنا تعمدت أن أجعل أسماء متشابهة يعني c1 والc2 اللي أمررهم هي نفسها هذه c1 والc2 ممكن تكون غير أسماء يعني أوكي إذا الآن c3.add عن طريق الـ object c3 اللي هو object mini class اللي اسمه my class استدعيت الدالة وهذه الدالة مررت إلها c1 بهذا المكان والc2 بهذا المكان فهو سيجمع الرقم الموجود في c1 مع الرقم الموجود في c2 ويخزنه في النم ممكن الآن تسأل سؤال هذا النم تابع للc2 وهذا النم تابع للc1 طيب هذا النم تابع إلى من؟ هذا النم تابع للـ object الذي يستدعي الدالة على اعتبار أنه هذه الـ add هي عبارة عن دالة موجودة في الـ class فأنت تنشئ object من class ومن ثم عن طريق هذا الـ object تستدعي الدالة فهذه النم يمثل النم للـ object الذي استدعى الدالة فحتى يكون موضوع أكثر منطقية ممكن تكتب this.num أوكي إذا this.num معنى هذا الـ object الذي استدعى الدالة نشبه أنه الدالة add الـ object الذي استدعاها هو c3 فأوكي c3.add c1 و c2 إذا this.num معناها c3.num أصبح عبارة عن c1.num زائد c2.num أوكي نتأكد من هذا الكلام هل فعلا أنه جمع العددين؟ بعد هذا السطر ممكن نكتب c3.get أعطيني قيمة النم أضغط ثم نشوف بين الـ object الأول الأربعة الثانية عشرين والثالث 24 إذا حلينا هذه المشكلة مبدئيا باستخدام الدالة add أنشأنا هذه الدالة هذه الدالة ما ترجع أي قيمة مجرد أنه تستقبل two object وتجمع النمبر الخاص بهم وتخزنه في الـ object الذي استدعى الدالة اللي هو c3 فأصبحت قيمة c3.num يساوي مجموعهم أوكي نشوف بأنه في هذه الدالة add ممكن لو كان هناك شخص بثلا لنفرض أنه ما يعرف حتى في البرمجة الكائنية فما يفهم مني أنه هذه عبارة عن جمع يعني c3.add c1 فارزة c2 أوكي فبالتالي حتى يفهمه مني المفروض بأنه أكتب بهذا المكان يساوي أوكي يعني أكتب c3 تساوي الـ يعني جمع c1 و c2 فهذا اللي يساوي حتى يفهمها أكثر إذن المفروض نعدل بالدالة بحيث أنه نجعلها بشكل قريب من هذه الصورة أوكي المشكلة اللي عندنا بأنه ما أستطيع أنه أستدعى الدالة هذه الدالة نشوف بأنه هي موجودة بداخل كلاس فحتى تستدعيها المفروض تنشئ object من هذا الكلاس ومن ثم عن طريق هذا الـ object تستدعى الدالة فإذا ما تستطيع مباشرة بهذه الصورة تستدعى الدالة أوكي فبالتالي ممكن نعدل عليها على سبيل مثال نكتب c1.add c2 هذا الشيء ممكن أنه عن طريق c1 اللي هو object من كلاس اللي اسمه myClass استدعيت الدالة ما عنده مشكلة ومن ثم c2 فالمفروض حاليا أن يضيف c2 إلى c1 لكن المفروض بأنه نعدل بالدالة هذه الدالة سنجعلها تستقبل براميتر واحد أوكي هذا البراميتر عبارة عن c2 أوكي إذن c2 جعلته في هذا المكان طيب ممكن نعدل أيضا في bodyOfFunction في الحقيقة المفروض حاليا ننشئ object فأوكي إذن myClass وهذا الـ object نسميه على سبيل مثال c3 فارزه منقوضه ومن ثم نكتب c3.num يساوي this.num زائد c2.num ومن ثم return c3 الآن لو تضغط run أوكي عندي مشكلة فممكن أنه نعدل فيه بأنه في هذا المكان ممكن أكتب myClass وأمرر هذه القيمة ما بين الأقواس بهذا الشكل ومن ثم أمسح هذا حاليا أوكي اختصرنا في الكود الآن تضغط run من جديد شو بينا نمبر أربعة نمبر ثاني نمبر ثاني 20 نمبر ثالث 24 إذن أوكي عملة الدالة عندي بشكل طبيعي إذن هذه الدالة أصبحت تستقبل one parameter عبارة عن object يجب أن يكون من class اللي يسمه myClass فأوكي إذن استدعيت الدالة أد عن طريق object اسمه c1 إذن هذا c1 نتذكر بأنه في داخل هذه الدالة يسمى بال this متى ما تسمع كلمة this.num1 this بمعنى هذا الأوبجكت الذي استدعى الدالة حاليا الأوبجكت الذي استدعى الدالة هو c1 فهذه this.num معناها c1.num زائد c2.num c2 هو الأوبجكت الذي استقبله فأنا تعملت أن أجعل أسماء متشابهة فأوكي مررت object c2 سيجعله بهذا المكان ومن ثم c2.num يجمع مع this.num طيب جمع حاليا this.num مع c2.num المفروض بأنه الناتج يخزنه في مكان معين أوكي فبالتالي هذا الناتج يجعله كأوبجكت آخر يعني هذا الماي كلاس كأنما أنه عرف object وليكن اسمه مثلا c3 c3 يساوي هذا هو الماي كلاس بهذه الصورة ومن ثم أرجع هذا الأوبجكت بهذه الصورة تضغط ران يعطيك نفس الناتج إذا لو تلاحظ بهذا السطر هو كأنما مثل هذا السطر بمعنى أنه var c2 var c3 إذا نعرف أوبجكت آخر اسمه c3 ومن ثم ماي كلاس واستدعل constructor constructor فيه optional parameter أو براميترات اختيارية ممكن تعطيها قيمة فوقي أعطيتها قيمة لكن القيمة التي أعطيتها ليست قيمة مباشرة يعني 24 أو 20 وإنه أعطيتها قيمة مجموع this.num زائد c2.num يعني 4 زائد 24 فإذا أصبحت قيمة c3.num 24 ومن ثم return للc3 يعني رجعت أوبجكت كامل اسمه c3 هذا الأوبجكت c3 هو أوبجكت من كلاسي اللي اسمه my class يعني حتى ممكن تحدد نوع return بهذا المكان ممكن تكتب نوع return هو my class إذا فعلا هذه الدالة ترجع أوبجكت كامل من my class فكأنما بهذا المكان صار عندي أوبجكت كامل من my class فرتار للc3 كأنما ترجع c3 بهذا المكان وأخبرتك بأنه أنا تعملت أن أجعل اسماء متشابه فكأنما هذا c3 اللي يحتوي على قيمة المجموع أسندت إلى هذا c3 الجديد فبالتالي c3 الجديد أعطاني number يساوي 24 أوكي ممكن نعدل أكثر على هذه دالة بأنه لو أجعل هذه بدل ما أكتب add ممكن أخذ حاليا comment بهذا الشكل ومن ثم أكتب c1 زائد c2 بهذا الشكل أكيد هذه الطريقة هي الأفضل وهي الأجمل بأنه أي شخص ممكن يفهمها يعني c3 يساوي c1 زائد c2 لكن كيف بالإمكان نطبق هذا الشيء فعلا كيف نجعل هذا الشيء مسموح c1 زائد c2 الموضوع ببساطة بإختصار بدل كلمة add تبدل اسم الدالة إلى اسم آخر محجوز في اللغة ألا وهو operator فبالتالي تكتب operator على سبيل مثال تعمل overloading للجمع بهذا الشكل الآن مجرد أنه تضغط run نشوف بأنه أعطاني المجموع فعلا إذا نجمع ما بين الأوبجيكت في الحقيقة كلمة operator ممكن تفهمها على أنه الأوبريتر ممكن يعمل بهذا الشكل بمعنى أنه أنت عن طريق c1 بدل ما تكن تستدعي دالة اسمها add فحاليا أصبحت تستدعي دالة operator plus إذا اسم الدالة بدل add أصبح operator plus ومن ثم تمرر c2 فهذا الشكل الخاص بالتنفيذ لكن الشكل الخاص بالاستدعاء هو يكون بهذه الصورة يعني c3 تسبب c1 زائد c2 مباشرة الأوبجيكت الأول زائد الأوبجيكت الثاني فهذه هي فائدة الأوبريتر إذا حاليا احنا عملنا overloading للجمع ممكن تعمل overloading على الأوبريتر لبقية العمليات على سبيل مثال الطرح ممكن تغير هذه إلى طرح أوكي وهذه أيضا تغيرها إلى طرح فهذا هو operator خاص بالطرح يعني لو تضغط ران حاليا 4 20 16 كذلك ممكن تعمل overloading لعملية الضرب وعملية القسمة وهكذا موسيقى موسيقى موسيقى